بعد خروج منتخبات مصر والجزائر وتونس من كأس الأمم الإفريقية سيقع على عاتق المنتخب المغربي آمال وأحلام العرب في مواصلة المشوار حينما يواجه منتخب جنوب إفريقيا في دور الستة عشر أصود الأطلس يسعون للإبقاء على آمالهم في التتويج باللقب منتشيين بنتائجهم القوية في دور المجموعات وقبلها إنجاز كأس العالم 2022 باحتلال المركز الرابع على حساب منتخبات كبيرة معسكر الفريق شهد عودة المدافع والقائد رومان سايس بعدما غاب عن مواجهة زامبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بسبب الإصابة تاريخيا يأمل ممثل العرب في تفادي سيناريو مضى عليه ستة وعشرون عاما عندما انهزم أمام جنوب إفريقيا بهدف لهدفين في ربع نهائي نسخة ثمانية وتسعين بعدما كان متصدرا لمجموعته حينها بسبع نقاط وقدموا آداء تاريخيا في كأس العالم بفرنسا وهو نفس السيناريو الذي يخوضه الفريق بالنسخة الحالية أما منتخب جنوب إفريقيا فيخوض الموقعة معولا على قدرته التاريخية على الإطاحة بالمنتخبات العربية من الأدوار الإقصائية بعدما هزم الجزائر في ستة وتسعين والمغرب في ثمانية وتسعين ومصر في الفين وتسعة عشر ويرتكز مدرب البافانا على قوى من أغلبه من فريق سانداونز الفائز مؤخرا بالنسخة الأولى من الدور الإفريقي إضافة لعدد من المحترفين أبرزهم لاعب الأهل المصري بيرسيتاو ورغم قدرات فريق المدرب البلجيكي هوغوبروس إلا أنه يعاني من مشكلة هجومية حيث عجز عن هز الشباك خلال مباريتين في الدور الأول عندما خسر أمام مالي وتعادل سلبيا أمام تونس بينما سجل أهدافه الأربعة في مباراة واحدة أمام نميبيا شكرا